اشتركوا في القناة 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 انا عز حسين ابتحداوي لعدت كورة تدركت في الملاصف في نادي الابتحد من مدير الرئيس قطاع من مدير كورة كل حاجة عاوز تقولها هقولها العجوة اشتركوا في القناة الرئيس نادي هم فلما يجي اي حاج لو حاوز يغير هويت عز حسين مش هيعرف اه طبعا انا انا من الزنبي ان انا بحب النادي ومن الزنبي ان انا بحب جمهور الاتحاد من الزنبي ان انا بعدت عالنادي انا ماليش مصلحة مع المحافظ يتيني تأشيرة يتيني بتاع كلام ده بعين عني خالص مصالح شخصية بعين عني خالص انا الحمد لله ربنا قرنني وعطيني بالزيادة ما عنديش مشاكل لكن انا مش هنخ عشان زيد او عباد او اي حد انا هو انا ده اسلوبي ودي طريقتي وانا عمر ما اقول لحد والنبي والولي طالما في حق انا راجعي باشتغل باشتغل في صحة العزالة فبالتاله ما كون في حق اللي ده الاتحاد اداة علم بروحي ومعنديش مشكلة ومش هنخ عن حق لدي الاتحاد ومش عصبت غاية ما اللي ده الاتحاد يا فرحوق ومعنديش مشكلة في الكلام انما اتما حجر عشان ناس تظهر في الصورة تلاقي لها منصب تلاقي لها صورة تصورها تلاقي لها فرسي تقعد عليه الكلام ده بعيد عنا يا كثمين كبير طيب استاذ عزة انا معايا ناحية تانية استاذ محسن مورسي مدير مدارية الشاب والريضة في اسكندرية هستأذى حالك تخليك معنا بس اشوف يعني الناحية القانونية لتجميد عضوية نائب رئيس النادي يبقى يعني القصة تبقى عاملة ازاي او الشكل القانوني للموضوع ده هيتم ازاي استاذ محسن ازاي حضرتك الله يخليك يا لسه بقول خبر دلوقتي تجميد عضوية الاستاذ عزة حسين نائب رئيس نادي الاتحاد من قبل مجلس الادارة يعني انا اتصل بحضرتك نعرف يعني المدى القانوني للموضوع ده يبقى فيه صحة قانونية ولا الموضوع مش قانوني ولا ايه بالزبط والله حضرتك احنا يعني انا برضو الخبر لسه سامعه مفيش يعني ساعتين بالزبط وقابل عليه وطبعا ستحيش يعني الراجل من الناس اللي هما الممتزين اللي هما يعني يعتبر برضو ادوا من نادي والدكتور محمود مشاهدي برضو من الناس اللي عن مجلس دارة محترم والنادي يعتبر من عندها العريقة فهي يعني العملية ممكن تكون سورة ثابت لكن احنا ان شاء الله نتدخل ونحل الموضوع ده واتنع مجلس دارة لا انا بسعر حليقة على مدى قانونية التجميد يعني في حاجة في القانون اسمها مجلس دارة يجمد عضوية عضو في النادي او نائب رئيس النادي اذا ارتكب العضو مثلا الخطأ في بيبقى بيبقى ياخد قرار مجلس دارة وبنتعرض على الجهة الادرية بخبار حضرتك والجهة الادرية بتدي رأيها يعني هو برضو مش هيبقى تجميد تجميد لازم برضو الجهة الادرية تدي رأيها والجهة الادرية المركزية تدي رأيها يعني تدي رأيها في صحة التجميد يعني تجميد ده يعني ايه يعني هو ما يمارس مهامه مع نادي الاتحاد ما يمارس مهامه وقاعده مجلس دارة ما يمرس مهامه لكن احنا ما فيش ورق قدامنا دلوقتي عشان نفتي لكن احنا منتظرين بس نشوف ايه اللي حصل والمجلس الادارة ليه حق قانوني ان هو ممكن يجمد اي عضو او نائب رئيس او اي حد من المجلس الادارة اذا كان ارتكب خطأ كبير انا فاهم بس يعني حتى لو ارتكب خطأ ده ليهم حق قانوني في كده بالاجماع ان هم يجمدوا حد من الاعضاء ايوة وبتعرض على الجهة الادارية واجهة الادارية بتجد برضو لازم يكون لها رأس طيب الخطأ يعني لازم يكون في نوعية للخطأ مثلا ولا احنا ما نقول لحضرتك احنا ما نعرفش نوع الخطأ فيه ايه ايه اللي حصل يعني احنا الكلام ده سمعناه اه من ساعتين ايوة يعني ما نعرفش ايه الخطأ فيه ايه بالزبط ايه اللي حصل فانا قلت حتى لما انزل ان شاء الله اقعد مع مجلس الادارة وشوف ايه خصة قبل ان يستقوم احضر مجلس الادارة تمام تمام بشكرك شكرا جزينا الاستاذ محسن مرسي مدير مدرية الشباب والرياضة اه في اسكندرية وارجع تاني للأستاذ عز حسين وقول له لا يا استاذ عز ممكن يجمدوك فعلا اه جماله ايه المشكلة بص اه كابتن كريم اللي يزمر ما يخبيش دقنه اللي ايه اللي يزمر ما يخبيش دقنه يعني ايه يعني النهار ده انا عشان نعمل شيء انا عشان نعترض على شابت المحافظ عشان اه فاتكلم عشان قطعة الارض وبعدين ياخدو دي سريعة ان انا غلطي في الزات الالهية والبتاع انا مش اغير لا من مبدأي ولا من زمتي اه انا لما اخت وانا متمسك بالله انا قولته متمسك برائي ما عنديش مشكلة في الكلام ده عشان يحبوا يسنتروا واحد وانا لما واحد هو اساسا مطل وما يتلمع مش عايب على حسامي وبعدين الموضوع ده هم اخدوه بسيغة عن ترية فتخالدين هذين احنا عادينا نتفرج يا كابتن كريم احنا ليمني بس يا كابتن كريم انا ليمني في المقام الاول نادي الاتحاد وهمني في المقام الاول الناس العادية اللي موجودة تحس ان انا يعني ما اصرتش معاهم في حاجة لكن انا انت عارف احنا يعني بنتعب بتقية المنصب ده وبنصرف قدية على هذا المنصب مش بناخد من ورا منه لكن الكلام تبقى على قلبنا زي العسل عشان احنا بنديل اهالينا واخواتنا ونسعد يعني بوسع من جميلة اسكندرية او جميلة اسكندرية انا ما عنديش مشكلة كابتن كريم المولد انا ما عنديش فيه مشكلة ماشي يعني حرارك ما عندكش مشكلة لكن يعني حتمارس مهام عملك مش هتروح النادي رد فعلك هيبقى عامل ازاي يعني وانا عايز افهم برد يعني ايه مهام عامل مهام عملك انت راجل ناية برئيس نادي الاتحاد متتواجد في كرات المجلس بتحضر اجتماعات متتواجد في النادي عشان تخدم الاعضاء تشوف الدنيا عاملة ازاي تشوف الفرق الرياضية ممكن توقع على شكات يعني اعتقد فيه مهام كتيرة لا انا عمل لله الحمد بالنحية ان ليه باعد نفس عاما عشان بقات منها جدا فما عنديش المشكلة دي نمرة اثنين اللي عاو سخدم الاعضاء بيخدمهم فيه منصف المناصر انا علاقاتي في اسكندرية بالنسبة لخدمات الاعضاء ما بتخص السبب اللي عابدت عز حسين لذاته انا علاقاتي انا علاقاتي التليفون بيقطع طيب هنحاول نتكلم تاني الاستاذ عز حسين بس واضح طبعا ان فيه خلاف كبير ما بين الاستاذ عز حسين وبقية اعضاء مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري طيب النهاردة كان فيه اجتماع امني لتأمين لقاءات ان ديت محافظة القاهرة في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة وحضر مدير امن نادي الزمالك ومدير امن النادي الاهلي وبقية ان ديت القاهرة وكان فيها ممثل لاتحاد الكورة العميد ساروة سولين مديري التنفيذي لاتحاد الكورة مع مساعد وزير الامن قاهرة ورفضت مديرية امن القاهرة بشكل رسمي استضافة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يعني قال لك صعب جدا المباراة دي تقام في القاهرة فتم نقل المباراة الى الجونة يعني اتفقوا تقرر بشكل رسمي اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجونة هقول الاهلي والزمالك ان هي هتكون مباراة النادي الاهلي بعد موافقة الناديين والتحاد الكورة قرر نقلها والامن طبعا قرر نقلها الى الجونة والاهلي بيرفض مواجهة الزمالك في الجونة نهارا وانا زي ما قلت لكم ان الجونة هيركب الفترة الحالية دي يعني خلال ايام قليلة الكشفات أو الأضواء الكشفة في ملعب نادي الجونة وطبعاً دي ناحية أمنياً الواحد مش عايز يضغط بقى في قصة الأمن والمانشاط تلاعب فين يعني لابقى بنتكلم في حاجة لازم نكون فاهمنا فهنسيب الأمن والنواحي الأمنية لوزارة الدخلية والمسؤولين عن الأمن هم اللي يقدروا يحددوا الملاعب وفقاً للرؤية الأمنية بتاعته طب نرجع تاني مع الأستاذ عز حسين كان التليفون قطع يا أستاذ عز أقمر يا جميل مفيش خلاص أنا بس يعني عايزة تطمن على حضرتك وشوف هل أنا زي الفل أنا زي الفل وراح على مدنونة الإنتاج الأعلامي معي ألقاء مع شادي آه شادي محمد آه شادي محمد ما عايزة مشاكل في أي حالي طيب تمام تمام أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ عز حسين نائب رئيس نادي للتحاد السكنداري طيب تعالوا نروح نشوف بقى أخبار المطشاط في الدوري الممتاز بكرة إيه بكرة طبعاً يعني لو زملائي في الإخراج يستعرضون لنا كده مطشاط بكرة في الدوري الممتاز هنبدأ الساعة 2 بلقاء بيتروجيت والإسماعيلي أنا معي المطشاطة هي قدامي بيتروجيت والإسماعيلي الساعة 2 حرص الحدود والنصر الساعة 2 من ستاتبورج العرب الساعة 3 ونص حيبقى الجونة والأسيوتي سبورت المقصة وألعاب ده منهور والساعة 4 ونص الأهلي والرجاء بكرة هنزيع 3 مطشاط إن شاء الله هنزيع مباراة بيتروجيت والإسماعيلي هنزيع مباراة مصر المقصة وألعاب ده منهور هنزيع مباراة الأهلي والرجاء في الستوديو التحليل لقناة النهار رياضة الأمن بيطالب النادي الأهلي بإجراء بعض التعديلات على ملعب بيترو سبورت بيلون في بعض الصغرات الأمنية في ملعب بيترو سبورت لازم تتزبط ترجمة نانسي قنقر